موسيقى زروال حاتيم خازينة عمالة فاس تعتبر على أن هذا العمل يدين في تحليك تقوم بها الخزينة الجهوية ممتلاف المصالح الخارجية التي ينتمي لخزينة العمالة والقباضات التابعة لهم هو واحدة العملية من أجل أن المحيط دينا وكذلك المحيط دينا المؤسسات التعليمية يكونوا على دراية بالإدارة العمومية اللي هي واحد المرفق اللي كانوا يجولونه على مدار الأسبوع على مدار السانة وعلى مدار الشهر لمجموعة من المقاريب واللي كان قضيوها داخل هذه الإدارة وبالتالي إذن هذا الجميع سواء كان طالب فهو بحاجة سواء هذا التلاميذ اللي كان ستقبله اليوم اللي هم دي المستوى دي السنة الباكالورية التانية باكالورية في حالة النجاح ديال هم مطالبين في التجيل لأنهم يؤديوا مثلا واحد الرسوم ديال واحد الاندراسة اللي يتجلو فيها هذه العملية كتم داخل مصالح الخزينة الإقليمية وكذلك الضرائب التي تؤدي على مدار السانة بكل أنواع ديالها سبعا كمصد ضرائب أو رسوم هي تؤدي داخل مصالح الخزينة وبالتالي هاد التلاميذ اللي هم أجيال اللي غادي تشكل مستقبلان إما موظفين إما مرتفقين فكذلك خاصهم يعرفوا على أن هاد الإدارة هذي ماشي هي ديك الشيء اللي نجهل عنه كثير دونك خاصنا راه مرفق اللي غادي نوالجولو عدة مرات دونك خاصهم يعرفوا على أننا مصلحة من المصالح ديال الدولة اللي كتأدي واحد الخدمة وهذه الخدمة هذي مفتوحة على جميع المستويات لأنها تدخل ديال الخزينة العامة كي نجالي في ثلاثة ديال المجالات خصوصا ضرائب استخلاص ديال الدرائب وديال الرسوم لأداء ديال النفقات ثالثا عندنا واحد الخدمة ديال البنكية لأننا كذلك كنفتحوا لجميع الناس الراغبين واحد حساب بنكي إما حساب جاري وإما ودائع لأجال وكذلك عندنا الإنتاج ديال المعلومة المالية والمحاسباتية اللي هي صلب القرار سواء كان قرار اقتصادي سياسي أو مالي إذن هذا كي ندرج هذا الانفتاح هذا في إطار لأننا نكونو نبسطو بشكل يعني عملي شنو هما مجالات تدخل ديال الخزينة العامة المملكة لا طبعا كل عمال باش يكون عاطي واحد الأكل و باش يكون عنده واحد الصبغة و يكون عنده واحد نتيجة المرجوة كي خاصو يكون يأتي في إطار يعني مؤطار و مهيئ لا طبعا ما شيف إطار شراكات و مفتصالات كالطم ما بين مصالح الأكاديمية و ما بين مصالح الخزينة الجاوية اللي على أساسها كيتسطر واحد البرنامج ديال هات الزيارات اللي كيقوموا بهذا العدد ديال التلاميذ اللي كيكون واحد العدد طبعا كيمكننا نستجبوله كذلك لأن الفضاء ديالنا كيسمح بهذا الولوج هذا و الانطيقات يتم طبعا عبر الأكاديمية اللي هي كتنتقي ديال مجموعة ديال التلاميذ اللي تيقوموا بهذا الزيارة إذن العمال كيكون عبر واحد القنوات ديال التواصل واحد القنوات ديال التطير لباش يعطينا واحد النتيجة المرجوة